صباح الفل والخير والياسمين والورد نحن وكل حاجات الحلوة على كل صحابنا اللي شايفننا وسامعيننا دلوقتي في كل مكان وحشتنا كدا جدا من الجمعة اللي فاتت صباح الخير على صحابنا اللي معاينة ازيكم الحمدلله نحن نايمين خالص ازيكم الحمدلله الحمدلله ازاك يا فانتوخي صباح الخير يا ماما سلمة صباح الخير ما شاء الله عليك يا ماما سلمة موعدك مزبوطة تمام اه انا موعدي مزبوطة اه خصوصا اتاخرنا عسان حضرتك اللي جاي متأخر على الساعة الجديدة مظبوطة زبطة غير عادية آآ مبروك حلوة وحضرتك خدت بالك آآ ما انت عملت بص بالساعة يبدو ان هي ملفتة ملفتة آآ يا بنت مبروك على الساعة الجديدة يا بنتوخي آآ طبعا على فكرة يا مسلمة حضرتك واسحابي زبطين مواعيدكو تمام يعني ابصت في الساعة لقيتها واحدة للربع حاجة ما شاء الله عليكم ما شاء الله يعني مواعيد ملهاش حال واحدة للربع ازاي حاجة هنة والله مش عارف اقول لي كيف لا ثانية واحدة يعني ايه واحدة للربع احنا بنيطلعها واستع عشرة واتأخالنا عشان سيادتك النهاردة واحدة للربع ازاي حد بعشعة اه اه واهم اقول لي الساعة كيف عشرة وعشر دقائق عشرة وعشرة الساعة دلوقتي يا سيدي عشرة وعشرة واحدة للربع ازاي وريني كده وريني كده مهي مظبوطة هي يا بنتوخ عشرة لعشرة FE ايه واحدة للربع دي غريبة عشرة عشرة اسلمة اسلمة سلمة ابفهمش في الساعة دي مشكلة اسلمة حريكش واحدة بالك حضرتك وانا بهضف الطاقم يعني انو مثلا عندي طاقم كاكي وعندي سعة كاكي البس كاكي مع الكاكي في عندي طاقم على تشرت этой جميلها لا وعندي سعة لا السعبي لتأكل تكمل بتعمل ماتشنج معالا بقامل ماتشنج مع البتاع. بنتخ انا انا حاسب اعملنك موضوع ماتشن يا حبيبي. موضوع ان انا بفهم في الساعة بفهمش بساعة ده موضوع سانوي. الشياك يعني الناس بتلبس الساعة منظرة يا بنتخ? لا شياك? لا ليها معنا يا حبيبي الساعدي الساعدي. طيب تخلينا تعرف رأسحابنا ونسألهم احنا بنلبس الساعة ليه? ايه رأيك? ماشي? بعدين نشوف هتلاقي رأيهم متطادق مع رأيهم هنشوف هنشوف طبعاً خير عاملين ايه؟ عامل الله عارفوني بنفسكم الاول نبدأ من الاول جانا لا علي صوتك جانا جانا انتي في سنة كام؟ سنة تانية في سنة تانية؟ تمام وبتحب تعملي ايه؟ تحب تفلغ على مصال ما وبر يغضي طيب احنا بنقيم الجمعة بس انتي بتحب تعملي ايه بقى بقى الوقت؟ تحب لي مثلا ترسني تلوني تغني تقع برياضة بتحب تعملي ايه؟ تبصي في الساعة هههههه زي ما انتغ لا بحب بالعب مع اختي الصغير تحب ترحب لي مع اختك صغير يا ربنا هيخلي هيلك يحب اسمها ايه؟ رودينا رودينا؟ تمام يلا نشوف اللي بعد اسمك ايه؟ فرح ها؟ فرح يا فرح انتو مالكو وقصتكو ليه واطي انتو فطرتو؟ طيب ما فطرتوش شكلو فطرتو؟ طيب يا فروحة يلا قوليلي انتو في سنة كام؟ برايماري توب سنة تانية برضو؟ طيب وبتحبي تعملي ايه؟ بحب أرسمي ولوني وبحب الفن وبتحبي؟ الفن الايه؟ الفن 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 عموما طيب ما هو هو الرسم فن بتحبي ايه تاني بقى؟ الرسم حاجة الفنية كلها وبحب الرياضة تمام طيب بتتدربي حاجة؟ اه رياضة يعني؟ اه سباحة سباحة هيا قسمي عبدالله عبدالله ازاك يا عبدالله؟ ما ايه? في سنة تانية برضو؟ تمام وبتحب تعمل ايه عبدالله؟ بحب ألعب جنباز واو انت بتتدرب جنباز؟ و عمالك يا ايه ؟ طب قولي بقى الجنباز ده انت بتتدرب بقى لك اديه جنباز هو أنا بقالك كثير قوي بقالك كثير قوي بتتدرب جنبازي يعني أنت بتعرف تعمل حركات كده إحنا مش مناعرف نعملها، صح؟ آه برافو عليك يا عبدالله ناكزي ماش سار ها، اسمك إيه؟ سارة يا سارة، إزايك؟ هاي سأنا كام؟ سيبرموسي بثالتة، تمام، وبتحب تعملي إيه يا سارة؟ أحب ألعب جنباز برضو جنباز؟ وبتتدربي برضو؟ هاي زياد زياد؟ لما معه ساعة؟ شاطر يا زياد وأنا قريت لنا الساعة قولي يا زياد، انت في سنة كيه؟ سالة في سنة ثالتة، طيب، وبتحب تعمل إيه برضو؟ بحب ذكر الماس بحب ذكر الماس؟ واو، حتى في الوقت الفراغ بتذكر الماس؟ بتحب الرياضة للدرباطي يعني والحساب وكده؟ طب إيه بتفحر الحباب الماس؟ آه الديفايدد 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 الاسم يعني؟ اياه الديفايدد والديفايدد انا مجتمع ديفاجو دي ايه؟ التابل دي صعبة اه ايه مستمر مستمر انت قلت ديفاجو ايه؟ تابل؟ جدوى للضرب يعني؟ يعني واسألتك حدها تقول اه من سيكس الناين من سيكس الناين دي اخر حاجة خدتوها من سيكس الناين يعني من ون لفايف مفيش؟ لا خدناها بالسيكس الناين من ون لفايف كان قبل كده من سيكس الناين طيب نسأله ايه؟ الاربعة في ستة ولا بلاش الجو ده؟ اتنين في اتنين يا زيني اتنين في اتنين هل؟ مش ماتوش انت وانت فور مزبوط عارف اوه يا سلمة؟ نعم هو شاطف الماس وبيفن في الساعة يعني اتنين في واحد حاجة غريبة على فكرة دي حاجة مهمة جدا يمكن علشان هو ما شاء الله يعني هو الوحيد هنا اللي بالساعة صح؟ مش كده؟ ديجيتال ديجيتال مكتوبة يعني طيب احنا عايزين بقى النهاردة هنعرف الساعة اللي مش ديجيتال العادية اللي أنا الجديدة هي العادية اللي بتكون مكتوبة عندنا في البيت لكن اه انا بصدوبك قوي طيب انت عايزت لع ايه يا زيني؟ اول مكبر اه دكتور حيوانات راية فضاء يا دكتور حيوانات يا ام راية فضاء؟ ما شاء الله طيب انا قلت مهندس عشان بتحب المات مات اه ما اللي بحب الدكتور بتاع الحيوانات شان بحب الحيوانات جدا برافو وبحب الراية فضاء عشان برستير بقى ونشوفوا التواقف فوق واو حلوة قوي حلوة قوي اللي انت بتقوله ده طيب وانت بقى اسفك ايه؟ برايمار زيك يا محمد؟ تفسنا كام؟ برايماري 2 برافو؟ بتأكبر واحد انا؟ لا برايماري 2 2 اه تانية تمام طيب وبتحب تعمل ايه محمد؟ بحابة العقور قرة قدر وبتتدرب تلعن مع صحابك بقى في النادي وكام؟ بحيث اطلع ايه لما تدبع؟ زابط زابط زابط؟ ما شاء الله نتشاطرين جدا وأنا عجبني قوي موضوع الماس ده بخل دميري عجبني طب لحت يوسي مس يوسي مس لكن انت بتحب يعني زي كورس كده برضو الاطفال اللي بيحبوا الرياضة كورس ده احنا ما بنصدق نخلص في المدرسة عماما سالمك هو بيحب الرياضة بيذكر في وقت فراغ وبعنا نشان الساعة جديدة عشان اخش كورس تيتا تيتا؟ ازاي يقولي حبيبتك في المسج ازاي؟ يعني مثل انا قعد معي مثل بابات عندها يتقل مثل تتقلني يا سئله هنا بجوب عليها اه الله جميلة تيتا ربنا نخليه لك حبيب طيب خلص احنا دلوقتي عرفنا صحابنا هون يا بنتك بيعملوا ايه وفي سنة كام وبيحبوا ايه؟ نرجع بقى للموضوع اللي احنا عايزين اصلا نتكلم فيه بنتك بيقول ان هو لابس الساعة شياكة علشان بيطقم مع اللبس بتاع وهي ساعة تتلبس عشان كده؟ لا من يقولين؟ لا عشان مين؟ كلكم عايزين تقولوا؟ طيب يعني ازايات قد حمس قوي قولي ازايات كده؟ نساعة دي من ساعة دي من ساعة دي لنشوف بالوقت الوقت كام هايوة؟ عشان مثل لو عندنا حاجة مهمة او نزبط علينا من درب عشان لو ودي في شغل الصبح مثلا تروحين يكوني يجايف معايز بالزبط ماشي ايه تاني بنلبس ساعة ليه عشان نعرف ايه؟ ها؟ قوليني يا جن عشان ان احنا نعرف المواعد والساعة كان تمام عشان نعرف الساعة كام؟ مشبوط يبقى ينزع نلبس ساعة قولي يا فرح يبقى لازم يبقى الساعة دي لازم نحطها عشان نعرف الساعة كام عشان لو احنا متأخرين على حاجة لازم تبقى في قدمة عشان نعرف الساعة كام تمام تمام برافو قولي يا محمد لازم حاجاتنا تبقى منظمة عشان لو لابسين ساعة نقدر نعمل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها انت قلت حيادنا تبقى منظمة؟ او برافو عليك دي كلمة مهمة جدا تنظيم الوقت احنا الي اضاي ننظم وقتنا من غير ما نعرف الساعة بصي بقى ما مثلنا اعنا عندي نظرية نظرية خاصة بي نظرية بنتخ نظرية بنتخ اياه نظرية بنتخ نظرية الحبة والشوية الحبة والشوية ده الحبة والشوية يعني شوية ألعب وحبة أزاكر حبة ألعب وحبة رياضة رياضة شوية شوية مذاكرة حبة شوية حبة شوية يعني رأيكم في رجالة بنتخ يا أولاد بيزاكر يعني أنت دلوقتي عايز تفهمني أن أنت بتنظم يومك وبتنظم وقتك بالحبة وبالشوية طبعا ما أصلاً ما نبعرفش بالساعة يا ماما سالمة فماشي كده هليهلي يعني يعني عارت عمو ما ينفعش أن نمشي هليهلي جدا يا بانسوخي بالذات في اليوم الدراسي كمان هو إحنا يا بنتخ لما بنروح المدرسة مش عندنا الحصة الأولى من الساعة كذا للساعة كذا الحصة التانية من الساعة كذا للساعة كذا والراحة أو البريك من الساعة كذا للساعة كذا صح؟ ده تنظيم وقت لازم باقي اليوم بقى بعد ما نروح بعد المدرسة برضو نبقى منظمين وقتنا علشان نلحق نعمل كل الحاجات ما اللي إحنا لمفروض نعملها هقولك بس حاجة عشان انت بس بتقولي الحبة والشوية ده ها فدعنا احنا مش بننظم وقتنا بالحبة وبالشوية احنا بننظم وقتنا بالساعة وبالدقيقة اوه ده كل الحبة مهمة وبعدين الحاجات أنا بشمهنة بالضبط دي أولويات بقى احنا بننظم وقتنا على حسب الأهم صح كده؟ رابع عليك الحمد دي زي انفع تدي الحضرات ايه؟ بس الشنطة دي توح فلونة حلوة لو كنت أخذ السؤال مرزي حبيبي شكرا يا زياد قال يا زياد قال يا زياد أحبك يا ماما سلمة أنا مرزي ماما سلمة ماما سلمة زياد أنت سهيلة أختك أنت سهيلة مي سيستر ماما سلمة جميل أحب أرد عليك بالفرنسان شكرا يا زياد حلو قوي القلب الجميل ده شكرا يا حبيبي أنا كما قسيت اللغة انت بتتكلم إيه دلوقتي يا بان شكرا يا زياد كل واحدة سقفته بصي بقى يا ماما سلمة أنا أقول لك لما برجع من مدرسة هيعمل إيه أنا لما برجع من مدرسة وأنا لسه بهدومي كده وأنا سخن ربنا يوسك أه بحل الواجد أول حاجة بتعملها لما تراح بتحل الواجد أه لطول ما بتغيرش دومك ما بتشطفش ما بتكلش ما بتخد معقولة بعد ما أكلها أم واكل بقى بس ماما تقولي يارني غير اليونيفورم حسنيوة عليه صلسة ولا دمعة أه مش ناقص هو أكيد من مهد في المدرسة أسيفا مضطرة أسيفا أنا أبتدي أغير قبل ما أكل الحمد لله أه غسلت إيدك بقى ولا لا أبقى أغسل إيدي طبعا نعملنا حلقة مخصوصة على غسل الإيدين ده طيب برافو وبعدين ايه بعد ما بأكل بقى ايه أد بروح بقى على التمرين بس ما عرفش ليه بحس نبطني واجعاني كده بعد الأكل على دول بطرق التمرين بحس كده بالحطة دي بنغذر بص يا بنتخ هقولك حبيبك هو أصلا مبدئين ما ينفعش نتمرن كويس انك قلتلي موضوع التمرين ده برضو لأن احنا فعلا صحبنا ممكن يبقى عندهم تمرين فلازم لازم بقى نبقى عارفين اليوم ده حيمشي ساي ونبقى منظمين وقتنا كويس في اليوم ده علشان نلحق نخلص الواجب ونراجع ونتغدى ونغير وكل حاجات دي وكمان نروح التمرين تعال نبتفق على جدول ايه رأياتك انفداج احنا طبعا قبل ان ننظر وقتنا لازم نكون عارفين نقرى الساعة 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 احنا لما ما نعرفش حاجة نقول ان احنا بش عارفينها ليه عشان نتعلمها وعمولا نحن النهاردة هنتعلم مع بعض برضو إزاي نقرأ الساعة لكن يا بنتخ أنا عايز أقولك بقى لما نتعلم نقرأ الساعة نعمل إيه ننظم وقتنا إزاي ويومنا إزاي مثلا بترجع من المدرسة على البيت الساعة تقريبا تلاتة مش كده آه تمام طيب من تلاتة لأربعة أول حاجة طبعا هنغيرها ضمنها هنتشطف كويس وبعدين هنتغدى هي أول حاجة نعملها تمام تغدى؟ آه بانا كده هتقل ومش عارفة أعمل الواجه لا يا إزاي يا بنت مين قال كده؟ هتقل انت ممكن تتعب لو لعبت رياضة بعد الأكل على طول لأن ما ينفعش تتنطط وتعمل تمرين بعد الأكل عشان كده بقى انت بتحس إن بطنك بتوجعك ناكزة ناكزة لكن لما لما تاكل وتذاكر ده طبعا طبيعي جدا ينقل بتتقل إيه يا بنتخ؟ هتبتقل إيه يا بنتخ؟ هتبتقل إيه يا بنتخ؟ المهمة هنروح يبقى قلنا هنروح من بيت ساعة ثلاثة تقريبا هنغير وضمنا وهنتشطف كويس وبعدين هنأكل هنتغدى هتبقى الساعة باقت ايه؟ باقت اربعة صح؟ طيب من اربعة لحد مثلا ستة نقدر نخلص كل الواجبات اللي عندنا طب والقيلولة لوقت كويس لا قيلولة شافت قيلولة؟ لا طبعا انت بتنام في الضهر؟ ساعات يعني لا يا بنتخ انت المفروض تنام بدري بالليل عشان انت بتصحى بدري للمدرسة ما هو برضو ماما بتقولي كده ساعات بصهر بسبب القيلولة دي لا تصهر ايه يا بنتخ في حد بيصهر في المدرس لا يا بنتخ ما نتصحر لا يا بنتخ ما نتصحر لا يا حبيبي احنا بجائية المفروض ننام يعني الساعة تسعة مش بعد كده خلص تمام؟ ننام الضهر يعني القيلولة بس عشان لي مش عالي قيلولة ماشي يا سيديا عشان الحاجات دي محتاجة عرفة الاطفال ماشي يا حاضر القيلولة اللي بنتخ بيقولها يعني ننام ايه شوية الضهر كده او العصر خلاص من اربعة لستة نقدر نخلص كل الواجبات اللي عندنا اللي مطلوبة مننا صح؟ صح وبرضي من اربعة لستة منفضلش عادين طول الوقت على المكتب يعني مثلا كل كده ساعة لربع او ساعة نقوم نعمل كده شوية حركات رياضة كده ونكمل تاني اتفقنا؟ طيب من ستة لستة ونص ناخد بريك اه وانا عندي تمرين بقى بروح التمرين بتاعه ماشي بالنسبة للي عندهم تمرين اليوم اللي عندك انت عندك تمرين كل يوم؟ لا يومين بس في الاسبوع حلو اقوى الايام اللي عندك فيها تمرين التمرين الساعة كام؟ ستة ونص طب من ستة ونص لغاية كام اهو اكيد بيخلص امتى بقى؟ سبعة ونص من ستة ونص لسبعة ونص حلو جدا يبقى احنا هنذكر برضو لغاية الساعة ستة زي ما اتفقنا وبعدين نجاز وننزم لروح النازي علشان التمرين يكون الاكل تهدم بقى؟ اه بالضبط بطني بطني ما توجعني ايوى فسعية هبطت ما توجعكش هتبقى من ستة ونص لسبعة ونص في التمرين هتروح البيت تمانين تمانين الساعة دي طبعا هتبقى بقى غيرت وخلاص وتشطفت وبعدين الاول لما هتروح هتتعشى وممكن تراجع بسرعة كده على الحاجات اللي فاضلة في المدرسة او الحاجات اللي اخدتها قبل كده وعلى فكرة ياولاد انا عايز اقولكم ان المراجعة دي مهمة جدا جدا وبجد كل صاحبنا بقى اللي في البيت المراجعة مهمة جدا ليه بقى؟ علشان كل ما بنراجع المعلومات اللي ممكن نبقى راجعناها قبل كده حنيجي وقت اللي امتحان هتحس ان الحاجات سهلة جدا وحنحس ان احنا فكرينها كلها تمام؟ فالمراجعة على الحاجات اللي اخدناها قبل كده تزيب تبقى مهمة جدا وبعدين تحضر شانتتك بقى تشوف جدول بكرة ايه؟ وتحط حاجتك في الشانتة بتاعت بكرة وتنام الساعة تاسعة هتبقى نايل لو زبطنا مواعبنا ووقتنا كده هيبقى هايل جدا الايام اللي ما عندكش فيها تمرين تقدر تاخد بريك من ستة لغاية ستة ونص وبعدين تراجع ساعية كده وبرضو تتعشى ودنام تمام انتو ممكن تحكولي انتو اللي انا بقولو ده حد فيكو بيعملو مش لازم طبعا بالموعيد دي بالزبط بس قولولي كده يومكو بيبقى عامل ازاي بعد المدرسة قولي يا فرح اه بصحق الساعة ستة ونص تمام اه بتوضى ووصلني ووصل سناني وبعدين اه البس هدومي وافطر الساعة اه ست اه ست سبعة تمام طب خلينا بعد ما ترجع من المدرسة على طول بتعملي ايه؟ اه اه بعد ما ارجع من المدرسة برجع الساعة اثنين ونص تمام بتشطف واخسل وشتي وتشطف والبس هدومي وبعدين اه 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 وبعدين ابدأ مذاكرة وبعد المذاكرة ممكن اقرأ اه 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 اقول لمدة الساعة وبعدين انام 8 ساعات عشان نعرف اركز اليوم اللي بعد انت شطورة جدا جدا الشطورة يا جيح انتو كلكم انتو كلكم بتعملوا كده زي الفرح اه يعني كلكم عارفين يعني في نظام لليوم ولا متمشو سبع هلالة كده زي بكتا لا هلاء لي هلاء لي هلاء لي اه إيه وإحلي هحله دنيلًا بتفرق أنا أعز.. أنا أعزها وأستس بنتك تعلم المصات miniram لكو بتعملوا كدا؟ آه أنا هعرف منكو يومكو بيمشي أسا خلينا الأول إحنا اتفقنا أن ننتفقنا أننا هنتعلم الساعة تعالوا بس ناول نروح نشوف صاحبنا سألناهم الساعة فيها كم دقيقة خلينا روح نشوف قالوا اليه ونرجع نتعليم الساعة بعبس سيريك في ساعتي يا ماما سلام جميل تعرفي الساعة فيها كم دقيقة؟ لا أعرفش عشرة خمسة دقيقة وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحدة واشرة واثناشر تعرف إيه عن الساعة؟ أعرف إن العرقب الصغير يكون على ستة والعقرب الكبير على خمسة تقبل الساعة خمسة ونص إنها هي بتقول لنا إن احنا نعرف نعرف الساعة كامة علشان نروح أي حتة إحنا كنا عايشين نروح تسعب سنار في الوقت كام يعني الساعة اللي إحنا بنلبسها في إيدينا ونشوف الساعة كام كل ما تيجي الساعة عشرة ما بتقول لي أيد خنان بيشوفوها لما هما بينسوا هما عايزين يناموا ولا لأه عرفي الثانية فيها كام فسوى؟ دي أه الثانية فيها كام فسوى؟ يعني كام فسوى يعني إيه فسو؟ الفسوى دي يعني حاجة صغيرة قوي يضحك عليه يلا راجعيني إيدي الساعة هي قدامنا ودلوقتي إحنا عايزين نتعلم إزاي نقدر نقرأ الساعة تمام؟ طيب ثانية أنا عارف أنا عارف قولي يا بنتخ ستين برافو صح يا بنتخ إديها فيها ستين ثانية برافو طيب الساعة هي قدامنا قلوا لي كده الأرقام بتاعتنا بالعربي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر ناشرة برافو عليكم الساعة عندنا من واحدة لهايت اتناشرة صح كده طيب إحنا دلوقتي عندنا ده اسمه عقرب الساعة عندنا عقرب صغير وعندنا عقرب طويل يعني قسير وطويل تمام؟ العقرب قسير بتاع الساعة والعقرب الطويل بتاع الدقيقة اتفقنا؟ احنا بنقرأ الساعة الأول وبعدين الدقيقة طيب لو العقرب الطويل موجود ثابت عند اتناشرة قولولي كده الساعة تبقى كم؟ كده قولوا ساعة 3 قولوا ساعة كده كم؟ 3 مظبوط الساعة كده كم؟ 5 برافو الساعة كده كم؟ 8 8 الساعة كده كم؟ 10 الساعة كده كم؟ 11 وكده الساعة كم؟ 12 يبقى لو اللي عقرب الطويل موجود عند الـ 12 12 العقرب القسير أي رقم بيبقى عنده بيبقى هو ده الساعة عند الرقم ده مظبوط؟ مظبوط؟ طيب لو ما تبقى في النصة تبقى لعني الرقم هقولك دلوقتي ساعة انت تقصد الطويل بقى دلوقتي نشوف العقرب الطويل نقرص زي؟ كورتر طيب مبدأ اي حنا نتكلم بالعربي هنتكلم بالعربي كورتر دي يعني ربع أوكي؟ طيب لو العقرب هنا الطويل خليها سابتين هنا عند الـ 12 طيب حد يعرف يقولي ساعة كده كده؟ قول كده زي 12 إلا واحدة لا إتنشر إلا خمسة لا دي إتنشر؟ ها حد عارف؟ إتنشر إتنشر خمسة وعجرة خمسة وعشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين يعني نص ها؟ خمسة وثلاتين أربعين خمسة واربعين يعني إلا روبع ختم ايه؟ قولوا خمسين خمسة وخمسين وكده ساعة وستين بالزبط بصوا بقى يعني كل رقم ورقم ما بينه خمس دقائل يعني ما بين كل رقم ورقم خمس دقائل فقو الشورة دي انتو شايفين Margaret شورة دي الضابط حبت بالزبط ودوق دوق دوق فكل رقم من دول بيعدد خمس دقائل طيب يبقى إحنا دلوقتي لو إحنا هنا تنشر يبقى دي تنشر وكام 90 وخمسة مقايم برافو برافو 2 وخمسة برافو عليكم 10 وخمسة صحب طب لو كده 13 و zupełnieнозبعيا برافو اتنشر وخمسة برافو ربع اللي هي خمستاشر دقيقة وشطرين ها ناشر وعشرين عشرين دقيقة اللي هي وكرت برافو عليكم انت هايالين جدا ها وناشر وخمس وعشرين دقيقة لا سيادة فعلا شطر في الشيطان عايزين كلنا نقول احنا كنا هنا عشرين بعد العشرين بخمسة يبقى كام خمسة وعشرين برافو عليكم ها وهنا ونص ونص وثلاثين يعني ونص بصوا عملة ازاي قسمة بصوا الشكل هي قسمة الساعة فعلا نصين دي وا ودي وا ودي قلة بالزبط يعني لو دي كانت عملة هنا دي وا ودي قلة برافو عليك شطر يا زياد شطر جدا ها كده هتبقى كام احنا هنا كنا تلاتين بقى هنا خمسة كمان اتناشر ونص وخمسة اتناشر ونص وخمسة برافو يعني اتناشر وخمسة وثلاثين دقيقة شطر طيب كده هتبقى ايه وده بقى بيتحرك معنا برضى بقى بعد الخمسة وثلاثين بخمسة قولي اربعين برافو اربعين يا بنتا بس هنا الزغير ده مثلا عند هنا لازم يكون واحدة هوا هيبقى ما بين اتناشر وما بين واحدة برافو عليك دي هتبقى ايه بقى هتبقى اسمها واحدة الا تلت الا تلت او اتناشر واربعين دقيقة اتفقنا كده هتبقى واحدة الا كم ون تقولي واحدة الا خمسين ارباغو وخمسين خمسة واربعين ده لو بنقول إتناشر خمسة واربعين لكن لو هي واحدة الا مجددا واحدة الا روبع وحدة إلا ربع واحدة برافو عليك يا بندق واحدة إلا ربع إلا ربع واليوجه مش إحنا كنا هنا وربع يبقى هنا إلا ربع إلا ربع بما عمله زي صاحب وستكسة عمله زي وتبقى كام؟ واحدة لابا ايضا pace برافو شفت رئيسانة وحده لعشرة برافو عليك اثناشر وخمسين دقيقة صح.. او اثناشر وخمسين دقيقة طيب ولو كده بقى تبقى واحدة الا كام واحدة الا واحدة الا اثناشر واحدة الا خمسة واحدة الا خمسة واحدة واحدة احنا قلنا لو ده لو ده لو ده عقرب الدقائق موجود عند 12 يبقى الساعة عند الرقم اللي هي وقفة عنده بالظبط عقرب السوالي لا واحد طب انا اقولكو انا وانتو تعملولي الساعة انا اقولكو عايزة الساعة تموتوا تعملوا هالي ايه رأيكم عايزة الساعة عايزة الساعة خمسة ساعدوا بعض متفقين كلكم ان هي كده خمسة؟ اه عايزة ساعة تمانية وربع حيثة الساعة تمانية وربع انا عايزا كونتفق Tr harida الابدكو متفقين مع بعض انا عايزكم الاول وتفhogوا وتفوقوا ساعة ليه رأيieron اوتس ميطوري Sec وربع فين انتو تفقوا مع بعض انكوا الموقفوкр ميطوري Sec لا انا تواجد انتو 십 امام أسلم اتعلمتها يا بنتا؟ طيب عايزين الساعة؟ فيه ساعات مش مكتوبة عليها الأرقام دي احنا بعد واحدة واثنين ما احنا بعد كده بقى يا زياد لما بتقود نقرأ الساعة او نبص على الساعة بنعرف على طول حتى لو الأرقام مش مكتوبة لان احنا عارفين الواحد ما كانوا فين والستة فين والتسعة فين بنبقى عارفين كل الساعة شكلها عامل ازاي لا ايا بس عشان لسا بنبدأ نتعلمها ممكن تبقى صعبة شوية بس بعد كده هتلاقيها سهلة جدا عايزة الساعة 11 و 3 10 و 3 زياد انا عايزاكوا تتفقوا الاول ما تمسكوش التفقوا الاول فين عقرب 11 و 3 لا انا بقول التفقوا الاول 10 استعكد عايزة 11 لتلت ممكن تتفقوا مع بعض فين عقرب إلا هيروح عند ال 11 والتلت يعني كم دقيقة؟ والتلت يعني 20 دقيقة؟ هو العقرب الصغير بتاع ايه؟ بتاع الساعة الساعة يبقى العقرب الصغير هيروح فين؟ و 3 يعني 20 دقيقة؟ و تبقى علي هنا و هنا و 3 أنا قلت و 3 أو إلا 3 قول و 3 و 3 و 3 هتبقى فين؟ 4 4 لا هناك هناك 4 متفقين؟ 4 4 4 4 4 و 3 يعني 4 صح 4 عليك يا زياد حاجة جميل مش موافين زياد ليه زياد بيهو الكلام صح طيب أنا كل واحد في كل واحده بقى نرجع في كراسينا كده شوية أقعدوا في الكرسي كويس هنبدأ من هنا و هفيش يعني عايزي لو معرفتيش ففيش مشكلة لا ممكن الساعة أنا عارف الساعة ممكن الساعة سبعة سبعة و خمسة؟ أقعدوا فين؟ ها؟ سبعة و طويل لأ صغير ولا طويل؟ ايه صغير انا أنا اللغة في بس ايه؟ هيا يلا يا فرحة ده الصغير و ده الدقيق هنقول الساعة كم؟ أوكي سبعة و خمسة خمسة؟ خمسة دي اللي هي ايه؟ لأ خمس دقيق مش خمسة ساعة خمس دقائق؟ نقول لي خمس دقيق اني و اني رقم؟ خمس دقيق؟ لأ خمس دقيق؟ لأ بصي بصي تعالين عدي عدي كده معي وان دو ثلاث فور يبقى خمسة فين؟ خمس دقيق فين؟ عم دلوان يبقى كده الساعة كم؟ سبعة و خمسة سبعة و خمسة سبعة و خمسة بروف عليك ساعة كبيرة يلا يا جنة عايزة الساعة؟ مش عايزة ضعوبة عليك عايزة الساعة؟ تسعة و ربع شوفي الأول تسعة يبقى اني واحد فيهم؟ مصير القصير يعني نجيب القصير فين؟ مصير اوه يا ستي و ربع يبقى ازاي؟ ربع و ربع يعني و خمسة شر دقيق انا اقولي يا مسلمة لا هي جنة شطرة هتقولها لوحدها خلاص يلا يا جنة تين و خمسة شر دقيق اللي هي و ربع و ربع و ربع هتبتعالين عدي دول بالشورة الصغيرة عدي 1 2 3 4 5 6 7 8 5 10 11 5 13 14 15 احنا عايزين الففتين دي عايزينه و خمسة شر دقيقة يبقى حيبقى فيه حدش لو دعوة يلا يا جنة عندك دورك هتلعب فيه براحتك يبقى الساعة كده كام؟ 9 و ربع الساعة كده كام؟ 9 و ربع الساعة كده كام؟ 9 و ربع 9 و ربع أو 9 و خمسة شر دقيقة ربع و عليكي ساعة تبينة للجنة 9 و ربع عايزة الساعة 4 و 3 فكر كده معي بالراحة و قولي 4 و 3 دي نعملها ازاي؟ اول حاجة عقرب الساعات فين؟ ده انت عارف تلتي يعني ايه؟ تلتي يعني 20 دقيقة 20 دقيقة 4 و 3 يعني 24 دقيقة اوكي فين عقرب الساعات؟ القصير ولا طويل؟ القصير برافو هنحطه عند ايه؟ عنده 4 عنده 4 شاطر اهو و ده هنحطه فين بقى العقرب بتاع الدقيقة؟ احنا عايزين 20 دقيقة تحت عده 20؟ سيجين عدها بالخمسة؟ هذه خمسة عشرة خمستاشر عشرين عشرين هيسة؟ اه يبقى هنحط ده من 5 عشان الحسن يعني كده 4 و 3؟ اه ساعة كبيرة العطان الله اه 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 انا بقى الممسة المبقى انا حتقلك يا بنتخ بس بعد ما اصحابنا يخلصوا ولسه اصحابنا مخلصوش؟ ايوة لسه فيه 3 كمان اه اوكي نعمل 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 طيب 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 الساعة 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 اه ام مش عايز اجيبلك حاجة ساعة انا بقى اختبارهم طيب عايزين الساعة الساعة بس ستة ونص قولي بقى حنا حنا حنحرك العقارب ازاي؟ اول حاجة عقرب الساعة نحطه فين؟ على ستة على ستة يلا وعقرب الدقيق نحطه فين؟ نص نص يعني كم دقيقة؟ اتفقنا نص يعني كم دقيقة؟ 30 دقيقة نص يعني 30 دقيقة 30 دقيقة ثلاثين هنا بقى اتفقنا تعاني عدي خمسة خمسة تيجين عدي خمسة خمسة؟ خمسة خمسة عشرة خمستاشر خمستاشر عشرين عشرين خمسة وعشرين تلاتين 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 يبقى تلاتين عند ايه؟ ستة يعني ستة ونصة تبقى ازاي؟ عملي هيل العقربين فوق بعد وعلا تتبلم تغشيشهم يا بنتك شاء سافة كبيرة كبيرة ساترة ستورة زياد سقولك حابة صعبة لا 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 مش عرق تبعلك بص يا سيدي عايزين الساعة اتنين وخمسة وثلاثين دقيقة سمن غير ما يقول حيبة ما شاء الله سافة كبيرة يا زياد برافو عليك. ما شاء الله يا حبيبي. عايز تبقى بساعة. 35 دقيقة. طيب. محمد. عايز الساعة. عايز الساعة 11. اه. 11. اه. 11. اه. احنا العقرب الاول. العقرب الصغير بتاع الساعة ولا بتاع الدقيقة? لا. الساعة. برافو يبقى. هنحطه فينا عند الايه? انا عايز 11. طيب فين 11. اه. لا. اه. انا عايز 11. ايوة كده. طيب. انا عايز 11 بالزبط. يبقى. العقرب الكبير اللي احطه فين? 11 بالزبط. يبقى. العرب الكبير بيبقى فين لما تبقى الساعة بالزبط. العقرب الكبير بيبقى فين? سلعس. اه. لا مش عندي 11. انا عاقب دفقنا عليه بالاول? اه. برافو ساعة كبيرة الامحمد شاطر يا محمد. انت واعلين والله. يرافو عليكم اهلين غيرين اهلين نفسها جدا. طيب بنتك اخر حاجة. قول لي ساعة سلاثة لربع. انا ا Avengers ازاي. قولي العقرب الصغير فين وكبير فين? العرب الصغير على تلاتة. العرب الصغير على تلاتة. ايوه. الربع يعني خمسة واربعين دقيقة صح? طب تعاني ادي خمسات كده. خمسة عشرة. خمستاشر. عشرين. خمسة وعشرين. تلاتين. خمسة وتلاتين. اربعين. خمسة واربعين. يعني التسعة. سعزة جميلة جدا اتعلمت يا بنتك خلاص? عاربت تسعة ازاي? خلاص اتعلمت بقى يا ماما سالمة. انا مبسوطة قوي. يعني هيت عشياتك وعلاني في نفسها. ونقعد بقى ايه في البيت كده. بس تجيت الاسهل. اسهل طبعا عشان مكتوبة بس انا كنا عايزين ازاي? كنا عايزين يعني يعني اتعلم بالفل ومفتر وبعد كده احط وحطي كده بتعمل فيه عشان انا انا عايزة علاقة ما تنعمل في الحيطة. والله انت جميل يا زيت برافو عليك انا عجبني اهتمامك بالماث كده. ماما سالمة. نعم. ينفع عجيب ساعة من على الحيطة وقوم شايل الازاز بتاعها وقعد لعب في العقارب كده عشان تعلم الساعة? لا. طبعا تعلم الساعة. من وراء. يمزح من وراء هو. وزاعة البابا عمومة ليه? يمزح من وراء. حد يشيل الازاز بتاع الساعة. لا 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 لا. ساعة الحيطة ما كانها على الحيطة ملاش زاعة. دي ساعة احنا عمليناها هنا. وانا عايز اشخور جدا جدا اللي عملها. هنعملها كتون يعني. عملينا هنا عشان نتعلم عليها. ممكن نعملها يا بانت هنتعلم نعمل ساعة زي دي ازاي. ايه رأيك? خلاص ماشي. طيب دلوقتي بقى تعالوا نروح نشوف بابا يوسف وصيف علمهم ازاي نظموا وقتهم وهنرجع تاني. يوسف اسحى بقى. هتتأخر على المدرسة. انا مش لاقي الشراب بتاعي فيد. كده كلنا هنتأخر. يوه فين الجزمة. ماما يوسف اكلت كل نفليكس كله. يوسف بس بقى. كده هتتأخر على المدرسة. انا كمان كده هتأخر. يوسف ممكن تخلص بقى. وفين بقي لبسك. يلا بسرعة غاير هدومة. لازم نمشي بعد دقتين. انا عايز فطاري. اصدق فطاري انا. لا ده بتاعي انا. لا ده بتاع انا. بس كفاية. كل يوم نفس المشكلة. كده كتير. اه انا تعف. لازم يكون في حل. الحل في تنظيم الوقت. تنظيم الوقت. ايوه. دي حاجة سهلة او ياسيف. نعمل جدول لكل حاجة. الله نعمل جدول. زي بتاع المدرسة. ايوه. تقدر تقول كده زي بتاع المدرسة. زي بتاع المدرسة. ساعة سبعة يوسف. قوم. اربع دقيق تلبس وتنزل عشان الفطار. ده جدول بالحاجات اللي هنعملها النهاردة. جدول تاني. ايوه. انتو كده ضيعتوا دقيقة من الفطار. يلا بسرعة عشان تلحق. انا خلص. ماشي. كده ديقتي. كده انا ممكن بقى تفرج عالتلفزيون في الاربع دقيقة دول. اولا هم تلاتة مش اربعة. وطبعا دول مش كفاية. ومش هيكون في وقت زيادة تغسل سنانك فيه. يلا بقى نلم الاكل في دقيقة ونص. بس السلام. يلا بسرعة هنمشي بعد عشر ثواني. يوسف. تسعة. تمانية. ياه. في الوقت بالزبط كنت عارف انك شاطر. يلا بسرعة ياولاد. انا ماشي اهو. شاطرين ياولاد. كده مشينا وعملنا رياضة في نص ساعة. ها. ايه رأيكم. مش كده احسن. مشينا. وكمان وفرنا تامن دقايق. حلوة قوي انك تروح المدرسة بادري. موسيقى 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 عطبا بيفدنا ونسمع حواديث زي زمان نحب بلدنا عالتنا صحابنا ونتعلم نفدار انتم بكرة الجاي وشمسوا إنتم أحلى نهار هتزمعوا حوالينا وهاتوا لعيلك وبروا وصغر واشربوا لبن الصبح الطازة وافطروا أحلى فطار جمعوا بس عشرة الصبح حيبقى معكم معانا مش شطور طول الأسبوع ماما هتجيبوه هنا ويانا يا أولاد يا بنات يا بنات يا أولاد ماما سلمة وبنتك جايب الكل في نفسك وفوعد بربشور يا أولاد يا بنات يا بنات يا أولاد ماما سلمة وبنتك جايب الكل في نفسك وفوعد بربشور صباح الفول صباح الفول يا جابتر خالد إزايك؟ نهاردة شكلك جميل حاجة مختلفة فيه إيه النهاردة؟ نهاردة أنا هعلم الأولاد حاجة مهمة جدا ومش عايز تقول لي عليها ده بيفجئني على فكرة أنا مش عارفة هنعمل إيهانة وعايز بقى أنا وعايز كل الأولاد وكل أب وأم يركزوا معايا كويس جدا لأن حلقة النهاردة حاجة مهمة جدا في الرياضة تمام حلقة النهاردة هنتعلم هنتعلم اللي احنا نعالج ونعمل تمرينات لحاجة اسمها الفلاد فوت اسمها إيه؟ مين يعرف يعني إيه فلاد فوت؟ ه variants التعرفوش صح ها قولي النظام الأكل عليلي سوتك نظام الأكل نظام الأكل لا مش نظام الأكل بصه فلاد فوت ده معاناها في العاربي تمام القدم مش فوت فوت رجلي يعني معاناها في العربي القدم المسطحة معاناها في العربي إيه؟ كل واحد يبص على الرجليه كده بس كده يبص على الرجليه كده مثلا فيه هنا تكويف كيرف تكويف صح؟ التكويف ده لما بيبقى مش موجود يبقى احنا كده عندنا حاجة اسمها فلاد فوت كمين فهمتو؟ كل واحد كده يطلع رجليه ويشوف هقول لحضرتك مشكلتها حالة احنا عندنا الكيرف ده كل واحد عنده كيرف ده ولا لأ؟ مين مش عنده؟ مين مش عنده كيرف ده؟ عندك ولا شوية؟ طيب انا هقول لكم بقى ايه مشكلتها؟ اولا احنا كلنا لما بنتولد لما بنبقى بيبيهات صغيرين ما بيبقاش عندنا الكيرف ده يعني الرجل كلها بتبقى مستوية تمام؟ بتبقى مسطحة من بعد سن اربع سنين بيبدأ يظهر ان الكيرف ده يبدأ يتعمل من بعد سن خمس سنين بنبدأ نلاحظ يا مام سلمة ولازم كل اب وكل ام يبدأوا يلاحظوا الموضوع ده يلاحظوا الكلام ده ازاي؟ ممكن يلاقوا اطفال وهما لابسين الشوز يلاقوا الكعب اللي بنعلي من تحت بدأ يتاكل لجوه يعني بدأ يمشي كده يتاكل لجوه ده بيبدأ اللي احنا ناخد بالنا ان الطفل ده ممكن يبقى عنده فلاد فوت طيب هو بيجيله منين؟ عادي ممكن يجيله براسة اه يعني مش هازه يقوله السبب اه يعني ممكن مثلا من الاب عنده فلاد فوت فممكن ابن من الاولاد يجيله فلاد فوت الاهم بقى ايه المشكلة فيه؟ المشكلة ان الطفل مبيعرفش يجل اصلا؟ اه اه بيقع كتير جدا فمبيعرفش يجل مبيعرفش يبقى سريع مبيعرفش يعمل بلنس يعني لو في حد عنده فلاد فوت مبيعرفش يعمل الحركة دي ليه؟ ليه؟ لأن إحنا لو عملنا الحركة دي إحنا رجلينا دايسة لجوه أصلاً فلو عملت الحركة دي هقع كل ما عملت الحركة دي هقع التالت حاجة أنه هو بعد فترة لما نجبر شوية ممكن يعمل لنا قلم شوية في ركبنا ليه؟ لأن الصوق بتاعنا المفروض أنه هو بيكون سليمي لما يبقى عندي فلات فوت تمام؟ الركب دي بتيجي لجوه شوية فتنبقى مقربين من بعض آخر حاجة بيبقى عندي واجع في ظهري بس ده لما أقدر طيب أنا عايزة أعرف بقى الفلات فوت ده لو علاج يعني؟ لو علاج فيه نوعين من الفلات فوت فيه نوع بيبقى لازم تدخل جراحي يعني لازم نروح للدكتور وده بيبقى مشكلته إيه؟ أن في عضمة هنا العضمة دي بتاعة القدم دي بتبقى نازلة لتحت فده لازم يبقى فيها تدخل جراحي النوع الثاني بعد برضو ما ناخد استشارة الطبيب اللي احنا التمرينات اللي نقدر نعملها طيب الفلات فوت ده بنعالجه إزاي؟ مشوحنا عندنا عضلات في كل جسمنا؟ صح؟ في عضلات في رجلنا من هنا من تحت العضلات دي احنا بنقويها بتمرينات العضلات دي العضلات اللي تحت دي بنقويها بتمرينات وفي حاجة عندنا اسمها أوطار في عندنا في جسمنا حاجة اسمها أوطار برضو بنقوي الأوطار دي بالتمرينات اللي هتقول لنا عليها دلوقتي؟ بالتمرينات اللي هنعملها دلوقتي؟ طيب إحنا أكيد طبعا لدينا أصدقاء بيتفرجوا علينا دلوقتي وصحاب تفرجوا علينا دلوقتي ممكن يبقى عندهم موضوع الفلات فوت ده لأنه هو حاجة شائعة يعني موجودة ما بين الناس والأطفال فاللي عنده يمشي بقى على التمرينات اللي يمشي بقى على التمرينات لو مش عنده لو عمل التمرينات دي الكرف ده بيزيد وده كويس؟ وكل ما الكرف يزيد كل ما يبقى كويس لصحة الطفل طب حلو يعني كل أصمار يمارتوا التمرينات دي يلا بينا نبدأ؟ يلا أول حاجة بنعملها أول حاجة اللي احنا بنقف على صابعنا كده بل ايه؟ بل ايه؟ ممكن ناخد مثلا نتمشي كده شوية يمين وشوية شمال ده فايدة التمرين ده ايه؟ فايدة التمرين ده إنه هو بيدينا إحساس في الحركة اللي احنا نقدر نقف على مشة رجلينا اللي احنا نقف ايه؟ على مشة رجلينا وفي نفس الوقت احنا بنستخدم مشة رجلينا فصوابعنا والعضلات اللي موجودة تحت بتبقى ايه؟ بتشتغل بتبقى قوية تانى حاجة ممكن نستخدم كورة كل واحد يجيب الكورة يخطها هنا بنافضل نمشي عليها كده ليه بنمشي عليها كده؟ ليه بنمشي بجد يعني الاحساس بتاع الحركة بتاعي تمام وفي نفس الوقت انا بشغل اربطة وبشغل الاوتار والعضلات اللي موجودة من تحت بصوا بصوا يا ولاد بصوا بصوا الصورة دي الصورة اللي فوق الصورة اللي فوق انتو حاسين ان العظم لازق على الارض صح؟ صح طب والصورة اللي تحت العظم على الارض ولا بعيد عن الارض بعيد صح؟ طب ايه الاحسن اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق فوق يعني اللي عنده فلات فوق يبقى رجليه اللي فوق ولا رجليه اللي تحت؟ اللي فوق زي دي بصوا اللي فوق على الارض بخالص مفقاش التجويف اللي فريد اللي تحت فيها التجويف التجويف ده صح ولا غلط؟ صح التجويف ده صح ولا غلط؟ اللي فوق لا اللي تحت صح اللي تحت صح التجويف الكيرف ده هو الصح اللي فوق هو اللي غلط فلازم نعالج اللي فوق ده اتفقنا؟ اتفقنا أول حاجة بنعالجها اللي احنا نستخدم الكورة يمين واحد اتنين احنا هنم الرجل دور رجلي تلاتة رفو اربعة خمسة تاني واحد اتنين تلاتة اربعة رفو خمسة تمام تاني حاجة ممكن نستخدمها بس واحنا عادينا على الأرض الفوتا دي احنا دلوقتي عايزين نمسك الفوتا دي كاتش بس هنمسكها بصعوبة على رجلينا يعني كده ها نحاول اللي احنا نعملها برافو عليك ونفردها تاني برافو يا سار تاني برافو عليك نفردها تاني ونحاول نكرمشها كده برافو ها التمرين ده بيفيدنا بيفيدنا في ايه؟ من يقدر يقولي؟ ها احنا مش احنا دايما لما بنجي نشيل حاجة بنشيلها بالعضلات طب احنا دلوقتي لما نجي نشيل الفوتا دي احنا شناها بقانه عضلات عضلات ايه؟ عضلات الرجلين عضلات الرجلين اللي تحت القدم اللي تحت صح؟ طيب نقدر نستخدم الرجل التانية يلا بينا نستخدم الرجل التانية ها انا شاطر اهو برافو عليك شاطر نفردها تاني برافو عليك شاطر ها تاني لازم لازم نوسع صوابعنا ونفردها كويس وبعد كده ايضا شان نقدر نشيل اه شان نقدر نمسك برافو عليك من يقدر يعملها؟ برافو عليك يلا يا جوجو ها عملتها يلا برح شاطر شاطر برافو اخر مرة شلتها برجليل شمال وز زي هفردها برافو وشلتها برجليل يمي برافو يا صار وريني 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 يا جانا ها وريني انا هوري حضرتك حاجة دلوقتي يا ممسلمة تمام جانا جانا الرابط ان هيبقى عندها خلط فو فالتمريرات دي احنا نمشي بقى عليها لو تيجي توقظي ان هي بتحاول ان هي بتعمل الكاتش اللي هو ان هي تمسك تمسك الفو بصوابعها بس هيها مش عارفة مش عارفة تعمل الحركة دي فاحنا عايزين نتعلم التمريرات دي كتير جدا اه بتفعنا عايزين نتعلم التمريرات دي كتير جدا مرافو عليك ايه الحاجة التانية اللي ممكن نتعلمها اه ايه تانية احنا دلوقتي معانا بلي والبلي ده اوعى تحطوه فوقكم طبعا طبعا كل الاطفال اللي بيسمعوني اوعى نحط البلي ده فقنا خالص لأ واحنا ما شاء الله يعني برضو كبار وفاهمين لو عندنا اخوات صغيرين بلاش نعمل دي قدامهم هنحاول اللي احنا نجيب بلية واحدة نحط البلي كده نحول اللي احنا نحاول نجيب بلية واحدة نشيلها نحطها هنا مافيش حاجة اهو انا عملت واحد هاي طب مين يقدر يعمل اتنين اتنين انا عملت اتنين برافو شاطرة يا جانا برافو عليك شاطرة بس انا عايزك تعودي كده القعضة الرياضية دي برافو ها تلاتة انا عملك تلاتة بالرجل الشمال مين يقدر يعمل زيها بالرجل اليمين؟ رجلة التانية انا عملت واحدة بالرجل اليمين برافو عليك شاطرين سارة خلاصتهم كلهم برافو عليك وانا عملت خمسة انتو شاطرين جدا برافو عليك مين يقدر يشيل اتنين هل نشيل اتنين هنجرب نشيل اتنين اهو واحد اتنين شلت اتنين برابو عزيز من تاني طيب مين نقدر نشيل بلية هنا وبلية هنا يعني هنستخدم رجلنا لتنين كده وكده اهو واحد اتنين برابو اخر اتنين واحد اتنين برابو يا سهرة سهرة والله صعبة قدرنا اللي احنا نعملها رابو عليك اهوا 2 و 2 نشاطر و رابو عليك واوو 2 و 2 طيب انا اعمل الفترى اني مجبرا اعزيين نحط الالم ده يش� File خليه زي ما هو على الأرض حده بجيب أوه أحضي وخليه على الأرض عايز مين معاه ألم؟ مين معاه ألم؟ ها؟ طيب هنحطه في لبلينة كده عايزين نرسم بقى بتهزر هنرسم الله طب الرسم ده فايدته ايه؟ فايدته اللي احنا برضو بنتعلم الحركة اللي احنا بيبقى عندنا إحساس بالحركة أنا دلوقتي سواني 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 أنا عايزكم ترسموا سيركل أي حاجة اللي احنا هنستاذر من الاتنين عايزين نعمل سيركل ليه؟ دايرة دايرة اتفقنا؟ نحطي الألم كده بس ده عرف كابتن خالد اللي انت بتعمله ده والله برضو ها؟ يعني بيخليها نحس بصحاب لينا ممكن يبقوا عندهمش أصلا إيدينا ها؟ فبيتعاملوا بريكليوم وكل حاجة حتى بيأكلوا بريكليوم ها؟ برابو والله صعبة صح؟ أبطال والله مش عارس أنا عملت دايرة مش عارسة؟ طب نحاول احنا خلينا نحاول أنا عملت دايرة بس مش مش حلو أول يعني بس عملتها طب والله شطرة يا فرح طب رابو عليك حلوة يا زي يلا وريني يا جنة وريني هتبقى لدائرة بتاعتك لونها أحمر ها؟ مين الدائرة بتاعتك هتبقى لونها إيه؟ في لونين أنا دائرة بتاعتك هتبقى لونها بني مش عارسة طب رابو عليك طب نستخدمها بالإيدة بالرجلة التانية حاول نستخدمها بالرجلة التانية طب عايزين نعمل خط يمين وشمال يعني كده هنعمل خط كده أوكي؟ تمام هنعمل خط كده يمين وشمال طب هنعمل خط لفوق والتحت كل هزانة دي برافو هنعمل خط لفوق والتحت لفوق والتحت برافو عبدالله الله الله شفت تمرينات بتوجع ازاي؟ بس إحنا لو تعلمناها كل يوم هنبقى أشطار هتقوي عدلات رجلينا برافو عليك برافو حلو حلو دا حلوين جدا حلو دا طيب عايزين نمسك القلم بس مش في الصباح ده في الصباح التاني لا ونبدأ نعمل ايه؟ ونبدأ اللي احنا نعمل نقط بس النقط دي مش كده لأ النقط دي اللي احنا نفرد صوابعنا ونتنيها تاني يعني كده مايش ايو انا عايزة تقطع عادي ورقتك اعمل فيها اللي انت عايزة انا عملت اربعة تحرون كده انا هعمل الرجلة التانية اخر حاجة واحد اتنين ثلاثة شبعة خمسة انا عملت خل شطار جدا ممكن نساقف لنفسنا بجد ساقف كبيرة جدا ساقف صعب النهاردة التمرينات يعني غريبة غريبة ويمتها حلوة عجباني جدا لان احنا زعلن في اطفال كثير وبعدين في اطفال ما يعرفوش ولا اهاليوم يعرفو ولا حد بيبقى واخد باله فتويس تامرينات دي مهمة شكرا انا هنقول ايه الكابتن خالد شاوش 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 لا بصوت حالي شكرا انا كابتن خالد جدا جدا دلوقتي لام حدنا مع كاوكب بنات ولد وهنتكلم النهاردة عن حاجة عظيمة وكبيرة موجودة عندنا هنا في مصر تجيزة عاملة كده ايه؟ الاهرامات برافو عليكوا نتكلم النهاردة عن الاهرامات وحنعرف تاريخ الاهرامات وحنرجع تاني استنون متيجوا اللي امي الحاجة يلا هتقولي البليا موسيقى النهاردة في كوكبنا كوكب بنات ولد هنتكلم عن حاجة قديمة جدا بالرغم من كده فهي تعتبر من اهم عجيب الدنيا السبع هنتكلم عن حاجة عمرها آلاف وآلاف السنين وهي فخر لينا في كل مكان موسيقى هنتكلم النهاردة عن الاهرامات الاهرامات يا بنات وياولاد عمرها زي ما قلنا آلاف السنين تقريبا اول هرم خالص تبنى هو كان هرم الملك زوسر المدرد وده كان سنة 2630 قبل الميلاد يعني قبل ميلاد سيد المسيح يسا عليه السلام هرم الملك زوسر موجود عندنا في سقارة منطقة اسمها سقارة وعلشان كده بيقولوا عليه هرم سقارة المدرد والهرم ده يا بنات وياولاد ارتفاعه حوالي 62 متر وهو عبارة عن ست مصاطر يعني ست درجات عاملة كده زي السلم وطبعا شكل الهرم ده مختلف تماما عن شكل اهرامات الجيزة عارفين اسماءهم ايه؟ ويا ترى مين الكبير فيهم؟ وايه ده؟ ايه تمثال غريب اللي موجود جنبهم ده؟ تجوا نعرف؟ أهرامات الجيزة هم تلاتة خوفه وخفرع ومنكرع أكبر هرم فيهم هو هرم خوفه وده علشان مساحته تقريبا 13 فدان وارتفاعه 146 متر واستخدمه في بناءه أكتر من 2 مليون قطعة حجر والهرم ده طبعا موجود زي ما احنا عارفين في جيزة واللي أمر ببناءه هو الملك خوفه وفضله يبني فيه حوالي 20 سنة وبسبب ان هو عالي ومرتفع ففضل لسنوات طويلة وكتيرة أعلى قمة بناء في العالم كله بنيجي بقى للهرم الوسطاني تفتكروا مين؟ صح خفرع هرم الملك خفرع العظيم وده ارتفاعه حوالي 136 متر أما بقى أصغر هرم هو هرم منقرع أو النطق الصحيح بتاعها منكورع ده بقى ارتفاعه أكتر من 66 متر كل الأهرمات دي استخدموا في بناءها أحجار ضخمة جدا وكتير جدا واللي فضلت لحد دلوقتي رغم أنها مبنية من آلاف وآلاف سنين وده أكبر دليل يا بنات وياولاد على أن أجدادنا القدماء المصريين كانوا شطرين جدا في الهندسة والمعمار وأكيد دلوقتي كلكوا بتسألوا هو ليه أجدادنا قدماء المصريين كانوا بيبنوا الأهرمات دي؟ يعني الأهرمات دي بنوها ليه؟ الهرم ده مكان دفن الملوك واللي بيبقى فيه كل حاجات الملك زي لبسه ومجوهراته وكمان بعض الأطعمة وده بينقلنا لحاجة تانية تخلينا نعرف أن أجدادنا مش بس كانوا شطرين في علوم الهندسة والمعمار لأ دول كمان كانوا شطرين جدا في علم الكيميا والطحنيت اللي فضل لحد دلوقتي سر عظيم محدش أبدا قادر يعرفه إيه هو بقى التحنيت ده؟ هو استخدام مواد كيميائية شبه شوية المواد اللي بناستخدامها في صناعة الأدواء بتخلي جسم الملك زي ما هو ما يتحللش يعني ما يحصلوش أي حاجة بالرغم من إنه ما يتبقيله ألاف السنين وده علشان أجدادنا قدماء المصريين كانوا بيعتقدوا في حاجة سماعها البعث والخلوط يعني كانوا بيقولوا إنه هما لما يموتوا هيبقى فيه حياة تانية وهيعشوها على طول عشان كده كانوا دايما بيحطوا مع الملك في القبر بتاعه الحاجات اللي كان بيستخدمها أما بقى التمثال الغريب اللي موجود دا بالأهرامات ده اسمه أبو الهول أبو الهول شكله غريب ليه؟ لأنه منحوط كأنه جسم أسد وده رمز للقوة والعظمة وراس وراس إنسان وده طبعا رمز للحكمة والعقل وفي حكايات كتير وأساطير بتقول إن أجدادنا اعتبروه حارس للأهرامات التلاتة وكمان لمصر كلها ولو عايزين نعرف أكتر وأكتر عن الأهرامات وتاريخها ففي حاجة اسمها عروض الصوت والضوء ودي بيستخدموا فيها الأصوات والأضواء علشان يحكوا تاريخ الأهرامات وتاريخ مصر كلها بمعظم لغات العالم العرض ده مش موجود في أهرامات الجيزة بس لأ ده كمان موجود في معظم الأماكن الأسرية زي معبد الكارنة ومعبد فائلة وبكده نكون خلصنا حكاياتنا النهار ده ورحلتنا عن أهم عجيبة من عجائب الدنيا السابع الأهرامات استنونا الأسبوع الجاي في رحلة جديدة من كوكب بنات ولاد سلام نهار ده الكوكب كان في حاجة مختلفة عن الحيوانات والطيور والهرام الأكبر جميل شفت الأهرامات العظيمة شفت الجمال ميلا خاص كانت بتعمل حاجات والساعة بتاعتي برضو جديدة حاجة جميل وعلى فكرة بقى لو ما كانوش منظمين وقتهم كويس ما كانوش عارفوا يخلصوا الأهرامات دي في الوقت ده إلا إزاي بقى ما كانش أيامها عندهم ساعات بقى ومسال نعم كان أيامها عندهم ساعات لا بس كانو بينظموا وقتهم اه ما اعتقدش كان فيه ساعة زي بتاعتنا بس كان ممكن يبقى فيه مثلا السعر رملية عارف السعر رملية؟ اه السعر رملية شفتها مرة اه عارفها؟ اه تقريبا أنا عايزة أقولك أن أجدادنا قدام المصريين دول هم تقريبا اللي اخترعوا أو اكتشفوا كل حاجة من فلك بقى للطب للعلوم للرياضة يعني ده كفية سر اللي احنا قلناه دلوقتي سر التحنيت اللي محدث لغاية النهاردة عارف سره محدث عارف بتعمل ازاي؟ تحنيت اه تتخيل؟ اه حاجة غريبة قوي اه طبعا لا أخو دمان مجدون دول يا بدا ألاف السنين وبتفضل يعني حاجة جميلة قوي حاجة جميلة قوي والله يالله طيب احنا دلوقتي نعم قولي يا عزيزة التحنيت ده بتعمل بالأسمان تعادي لا مش بالأسمان لا التحميل ده حاجة تانية ده مواد كيمياء ايه كده وحاجات احنا مش عارفين سرعة لحد النهاردة اه اه قولي قولي يا جنة انا رحت مع بابا اه الأهرامات اه وشفت اهرام كدير اهرامات تحت كده بس بلاستيك ودخلونا كده نفق زغنون قوي يعني ما رحتوش الأهرامات بجد رحتوا مكان عامل زي الأهرامات اه اه وحطونا كده حيطة ودخلونا الواف الوماس العادية وورق حطونا الورق على الحيطة الورق ده كان معمول كده عليه حاجات بتاعك فرعون حطنا شخبطنا اه انا عارفنا ان كان ده مدحف الطفل تقريبا اه شخبطنا لان كل حالات يعت على الورق ايوه لقيته الورق معمول عليها الرسومات من العابد الرسومات فرعونة ده حلوة جدا صح برافو عليك طيب احنا عندنا مسابقة ببعندنا مسابقة كل اسبوع بنقول سؤال وصحابنا بيجاوبوا على السؤال ده ونيجي ثاني اسبوع بنختار من الناس اللي بعتولنا اسم علشان يكسب معنا فالنهاردة هنشوف مين اللي فاز معنا في سؤال الاسبوع اللي فاز يا ترى مين هيكسب النهاردة يا ترى مين هيكسب يا ترى هاتروح يتفرين اسبوع الجاي وصح بتتفسح مية بعتيدة بتروح كل اسبوع محافظة نختار ايه يا منتوخي هاي ميلي هاي دي هاي دي بادي كلهم ما زباديش وزو عادي دي دي والله مش هتنللك الكلمة يا ميلي دي ماشي اللي فاز معنا جانا جانا محمد الشافعي من القاهرة ورقم اخره 47 اهو مبروك يا جانا ممروك يا جانا هنكلم جانا دلوقتي عشان نقولها ان هي كسبت معنا التابلت التابلت برافو عليك يا بندوخ ولشان نتفق معي ان احنا هنبقى عندنا يوم الجمعة الجاية ان شاء الله ان شاء الله جانا طيب هنكلم جانا بقى دلوقتي وعلى ما نكلم جانا ممكن نقول بقى السؤال الجديد سؤال الجديد بقى بيقول ايه ثانية واحدة وبقى معاك وحالا سؤال الجديد سيدة بيقول ما هي اعلى قمة جبلية في العالم ما هي اعلى قمة جبلية يعني اطول جبل في العالم اعلى قمة جبلية في العالم كلمنجار ولا الانديز ولا افرست ودي الاختيارات موجودة قدامكم اللي عارف الاجابة هيعمل ايه بقى اللي عارف الاجابة هيتصل على 2205 او هيبعت رسالة برضو على 2205 هيكتب فيها الاجابة الصح وحيكتب فيها اسمه وحيكتب فيها المحافظة بتاعته وهي المحافظة هنا ايه القاهرة او الجنة من القاهرة يلا يمين مش هتتشتطي لزمان جاي او يتسأل ايه تليفون ارضي من 0900-9290-05 برافو يعني كمان اللي عايز يجاوب على المسابقة دي او السؤال ده ممكن يتصل برضو من تليفون ارضي يقول رقم تانية بنتوخي 0900-92-05 تمام جدا طيب احنا دواسي معنا تليفون من جانا مش اللي كسبت تليفون من جانا صاحبتنا اولو يا جانا اولو صباح الخير صباح النور ازايك الحمدلله عندك كم سنة عندي ثمانية عندك ثمان سنين يعني يا جانا انت كم كده تانية ولا تالتة يا جانا عندك كم سنة سنة تانية برضو كل صحابنا اغلب صحابنا النهاردة اللي معنا سنة تانية اه واحد يعني زياد بس اللي ثالت ايه صح يا جانا قوليلي اه قوليلي بتعملي ايه لما بترجعي من المدرسة بتنظمي يومك اه ولا بتسي بيه كده اه هلهني زي بانتخ بتنظمي ازاي يحكيلي بقى يا جانا بقى اول مايجي باغد ريسة لحظ الساعة ثلاثة اه جميلة ريسة تمام وبقوم ثلاثة اقعد ذكر الساعة ثلاثة وارضة بغذة وكمل مذكرة واخد ريسة ساعة ونام يعني انت بللغدي الساعة ستة؟ اه متأخر اوي يا جوجو لأ عزة عشان المذكرة في المدرسة سنة تانية بتبقى كتير شونا دانية بتبقى كتير يا حبيبزي يا بانتي قلكم زاكرة كتير في سنة تانية؟ شهادة بردو بصي يا جانا اقولك على حاجة يعني انا طبعا ممكن كل واحد بقى وظروف بيته وممكن ماما بترجع من شغل المتاخر او حاجة بس هو يستحسن ان الغدا يبقى بدري شوية لانك بتفطري بدري قوي في المدرسة مش كده؟ اه يعني لو قدرت تتغذي الاول وبعد كده تزاكري يكون احسن لو ده مناسب عندك في البيت تمام؟ اه ومعنديكيش مش بتتمرني زي بنتخ كده وعنديكيش تمارين او حاجة؟ لأ عندي متمره عندك ايام ايه في الاسبوع؟ ايه يوم ايه؟ جمعة وساب جمعة يوم الساب ايوه طيب حلو قوي ما اوزا من الناس بيتمرنوا في الايام الدراسة جمعة وساب لانه بقى بيبقى يوم الصبح خلاص بيبقى يوم فاضي اكتر بكتير وممكن يتمرنوا في نفس موعيد المدرسة فما يبقاش في مشكلة في اليوم شكرا جدا يا جانا على تليفونك الحلو عايز تقولي اي حاجة؟ اه عايز اقول حاجة لبابايا واختي وماما اتفضل اقول لهم ان انا بحبهم ونفتي اصلا معكم ما بزمهم بلغ في البرلين يا حبيبتي اتنور يا جوجو وحلو قوي كلمتك لبابا وماما واخوكي ربنا يخليوكو البعد يا حبيبتي يا رب وعن يستنك يا جانا ان شاء الله قرأي باي باي يا حبيبتي عايز اقول لجانا والكل صحابنا اللي حابين ييجوا يحضروا معنا زي صحابنا اللي معانا هنا في الستوديو الطريقة ايه علشان كتير جدا بيسألوا هو مفيش اي حاجة غير انكو بتتصلوا على 22-05 بتسيبوا بياناتكو وفريق البرنامج بيرجع يكلمكو وبيزبط معاكو اليوم المناسب السن علشان الاشتراك في البرنامج بيبقى اول سن بيقدر يجي معانا بيبقى ست سنين لغاية عشر او حداشر سنة علشان برضو كل اللي شايفنا دلوقتي يبقوا عارفين اقل من ست سنين تقدروا تكلمونا على الهوى طبعا وتبعتولنا لو بترسموا اي حاجة لكن السن اللي بيقدر يحتر معانا على الهوى بيبقى من اول ست سنين يعني فوق ست سنين انا فكرة يا جميلة معانا على التليفون بقى لها فترة طب يلا خد دي الو اسمعها جميل السبعة الخير يا جميلة الو ازاك يا جميلة الحمد الله اخبارك ايه كيسة الحمد الله بتننزمي وقتك يا جميلة طب انت في سنة كم يا جميلة الاول انا في سنة خمسة في سنة خمسة ما شاء الله اه يعني انت بقى تحاولت تنظمي وقتك خلاص صح؟ اه طب انا هستأذلك بس يا جميلة معلش ممكن تقفلي صوت التليفزيور خالص وتسمعينا من التليفون لو سمحت حاض اشاي سامع نفسي قوليلي يا جميلة يلا بتعملي ايه بعد ما بترجعي من المدرسة؟ با اعمل راجبات بوفرق ع التلفزيون ساعة واحدة و بعد كده اغنائم تا مقتكليش؟ لا بذاكر مبتتغديش يعني؟ وقت مبتتغديش لا بقولك مبتكليش مبتتغديش بتغدى امت بقى قوليلي كده اليوم ماشي ازاي؟ أول ما باجي من مدلسة بمتحكوتش بتاعي بعد كده جميلة والله وبتغيري بدهمك طبعا آه بعد كده بتغذى بعد كده بكمل مذكرتي بعد كده أول ما تيجي المسلسل نهلون على رايح المدام بعد كده بقى بعد شوية بعد كده نعم يعني انت تستني رايح المدام على القناة هنا الله يحظك طب لما يخلص المسلسل هتعملي ايه في الوقت ده بعد شوية مع ماما وبابا بعد كده بنام لا بس أقال حاجة انتوا سايبيني النهار طول اللي يوم على التليميزي من الصبح اللي في اللين الصبح اللي بنامج وباللين رايح المدام هو بتعاد بالوقت يعني انت جميلة يا جميلة والله قولي لي بس عشان انت سنة خمسة يعني عندكم زاكرة اكتر شوية من سنة تانية اكيد سنة خمسة فيها المزاكرة اكتر شوية من سنة تانية مش كده اكيد يعني عندكم زاكرة كتير ايه يعني انت بتعوذي تقريبا كم ساعة في اليوم في المزاكرة ايه بتعوذي كم ساعة يا جميلة في المزاكرة في اليوم بعد على الأقل ساعتين على الأقل ساعتين ربنا يوفيك يا حبيبتي شكرا يا جميلة على تليفونك رودا شكرا يا جميلة وكلمينها تانية باي باي يا حبيبتي مع السلامة طيب تعال نروح بقى نشوف تايم صاحبنا اللي كسب الأسبوع اللي فات ومي صاحبتنا راحت علشان نسلموا الجايزة بتاعته التابليت صباح الفل يا ميوية صباح الخير يا ماما سالمة صباح الخير يا بنتخ احنا دلوقتي في محافظة الإسكندرية عشان نسلم الجايزة لصاحبنا اللي فاز في الحلقة اللي فات التعالي وتعرف عليه هو وصحابه اسمك ايه؟ تايم تايم ايه؟ تايم حسن زيت عمرك كم سنة؟ ندول هم كام يعني؟ فايف ولا بتخمس فوشي ولا ايه؟ لأ فايف انت اسمك ايه؟ ادم انت اسمك ادم؟ اه طب يا ادم ادم ادم؟ ادم مش معنا لسه يا ماما سالمة اسمك ايه؟ نادم عمرك كم سنة؟ تماما انت كبيرة يعني انت الكبيرة هنا انت اسمك ايه؟ طب اسمك ايه؟ طب فراس صح؟ اه عمرك كم سنة يا فراس؟ سنة سنة ولا اتنين؟ اتنين اتنين؟ انت عارف صح؟ انت اسمك ايه؟ تتنين تسنين عمرك كم سنة تسنين؟ سنة خمسة انت انت اصغر واحد فيهم انت اللي جاوبت السؤال اه قولي بقى ايه السؤال؟ مارك مارك ده الايجابة لكن مؤسس الفيسبوك اللي هو اسمه ايه؟ مارك 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 مين ساعدك قولي بقى؟ ماما ماما ساعدتك؟ ومين بعط لك المسج؟ ماما برضو؟ ومال انت عملت ايه؟ انا اللي جاوبت اجابة انت اللي جاوبت ولا ماما؟ انا وماما عملت ايه؟ ماما جا جا المتك هتلفوك ماما اللي اتبعت المسج يعني؟ اه وانت اللي جاوبت؟ اه اخر كلام؟ ماشي مبروك يا سيدي الفضل هتعمل بي ايه قولي؟ هلعب بيه لوحدك؟ لا هلعبهم كلهم انت هتلعب معي؟ يا قدم هتلعب معي؟ اه اخيرا هتلعب ايه قولي؟ طيب انت هتلعبي معي صحيح؟ اه طب قوليلي بقى انت بما انك الكبيرة اه قوليلي بقى انت بتنظم يومك ازاي؟ الاول بابا روح المدرسة باجي من المدرسة بكتب وبعد كده بكتب الواجب بتاع المدرسة وبعد كده باكل بتغطى بتغطى وبعد كده بزاكر وبعد كده بعلعب بعد كده تلعبي عندي منظمة وقت كويس برافو عليك وانت بتعمل زيها ولا بتعمل ايه؟ بعمل زيها بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا حكيدي؟ مدرسة واول مدرسة بزاكر وبعد كده وبعد كده اما بزاكر الامرخي كله بخلص ببعد شوية لغاية ما اخده بعد كده ازاكر تاني بعد كده بلعب برافو انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ عايز تقول حاجة ولا نمشي؟ بنتخ بيعمل ازاي؟ عايز بنتخ بيعمل ازاي؟ قلبي قلبي بيعمل ازاي؟ قلبي قلبي شطورة اي مبيقولشي حاجة خلص بنتخ او طيب خلاص يلا خلاصي بالنقول بقى باي باي ونمشي ام خلاص يلا باي 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 ماما سلما باي باي بانتخ باي 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 الرقمالالالله落از عالسلام يا صحابي الرقمالالالله بيلuck мало في مهك اي حبيبي في حاجة بس لازم اقولها عبدالله اللي معنا النهاردة عبدالله باطل ما شاء الله AB mise здесь واخذ ميدالية دهبية وبرونزية وشهادات تأذير كتير والشهادة دي عشان حصوله على المركز الأول والميدالية الدهبية في بطولة الجمهورية للجنباز الفني موسم 2016-2017 برافو عليك يا عبدالله ماشاء الله برافو عليك بحب جدا جدا الأطفال اللي بيعودوا بطل 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 طيب ناخد ريفون جانا بسرعة بقاللي كسبت معانا يا جانا صباح الخير جانا صباح الخير يا جانا يا جانا الف مبروك يا جانا مبروك يا جانا انت أنت مكسبتي في المسابقة الله يقدك كت tyres اللي براك انت عندك كم سنة يا جانا تسع تسع سنين طب يا حبيبتي الف الف مبروك ان شاء الله ما هي حتجيلك يومو الجمهة جاية علشان تسلبك جايزاتك التابلت ونشوفك الجمهة جاية اتفقنا اتفق شكرا يا جانا سلام يا حبيبتي والف مبروك هروح لفوصل بشرعة جدا جدا ورجع مع مفاجئتنا حلوة قوي النهاردة يا بستنون يلا بقينا نعرف ايه بيفدنا ونسمع حواديث زي زمان نحب بلدنا عالتنا صحبنا ونتعلم نخدار انتم بكرة الجاي وشمسه وانتم احلى نهار اتجمعوا حوالينا وهاتوا لعيلك وبرو وصغر واشربوا لبن الصبح الطازة وافطروا احلى فطار جمعوا بس عشرة الصبح حيبقى معاكوا معانا والشطر طول الاسبوع ماما هتجيبوا هنا ويانا ياولاد يابنات 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 ياولاد ماما سلمة وبنتك دايب الكل في نفسك وفوع وفربشو ياولاد يابنات 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 ماما سلمة وبنتك دايب الكل في نفسك وفوع وفربشو مفاجئتنا النهاردة مع ياسمين الشرقاوي اللي بتدرب زونه بقى كدز للاطفال ياولاد أنا ياسمين الزيك سبع الفن سبع النور يلا يزيم نتنشط النهاردة نسعى مع بعض مع شوية يلا هبقى قوى يلا علوا صدها خالص شوية 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 عيش انتعرف انتعرف كانت تتعرف انتعرف ابتعدك رجل 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 وسط مجددا 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 موسيقى 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 ماذا يمكن أن يجعلك تشعر؟ شموة تأخذك وتشعر ماذا يمكن أن يجعلك تشعر؟ شموة شموة حلوة جداً احنا مكملين معاكم بس هقول الأول لكل صحابنا هقول الأول لكل صحابنا شكراً جداً جداً انتم شاهدونا النهاردة والسانون ان شاء الله يوم الجمعة جاية ساعة عشر الصبح واحنا مكملين سلام يالا بينا المزيكة يالا 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 بينا هنعمل ايه؟ اشتركون اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسيقى